هم أعداء الجمال فاحذروهم الأزمة دي بقى أوليلة التلات دي فتحت الباب لكل واحد عايز يقول حاجة يقولها الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مدخلته مع الكابتن أحمد شوبر في صدر البلد أو هي في صدر البلد تحديدا مع أحمد موسى نشوفه هو رخر محمل هلمين نشوف مرتضى مصور مساء الخير فاندم نادي الزمالك هيعمل ايه في مباراته القادمة خوفا من تكرار ما جرى مبارح في مبارات الأهلي سلام خيرا أستاذ أحمد أولا أنا هنا مش بتكلم بصفة رئيس نادي الزمالك أنا صفتي مواطن مصري ما قاله السيد شريف فؤاد هو أنا من الأسف الشديد ومتصور أنا متحدث في اسمي باسم رئيسة الجمهورية دايما يقول كلام للأسف الشديد لا يغني ولا يسمن لأن اللي بيقوله ده كلام مش مظبوط وإنه اجتمع وقال يا فاندم محدش دخل إلا بمزاج مجلس الإضارة وإنت لما سألتوا ليه المجلس ما نسحبش قال لك المشكلة كانت تتفاقم أنا لما جيش بلدي تشتم من المجرمين الصي على الألتراستو الزمالك في برج العرب في ملعب الجيش قالعت جزمتي في وشهم كلهم وللأسف في أيام الانتخابات الأخ أحمد سليمان قال لك ده بتاقي ده ألع الجزمة ألع الجزمة اللي شاته مجلس الشرطة أحمد إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا أطبطبة أطبطبة أولا النشيد اللي تقال ده السافل ده ده ما تقلفش في ساعتها ده ناس قاعدوا وكتبوا وعارفين بيقولوا إيه وبيعملوا إيه ده رقم واحد رقم اتنين دول مش خمسة ولا عشر ولا خمستاشر زي ما البعض آآ للأسف يعني بيصور لأ ده مدرج كامل حضيتك لما تجيب هات الماتش هتلاقي مكتوب ألتراس بالمقلوب ومكتوبة باللون الأصفر بتاع ربعة هاتا لو تقدر تجيبها لدات وتشيل اسمي والكلام ده مكتاني في الماتش ألتراس مكتوب ألتراس مقلوبة يعني هو ضد البلد بالأصفر يعني أحنا ربعة تمام؟ اللي حصل ده مهزلة وانت يا أستاذ أحمد عارف ان اللي تفضل للألتراس بتاع الزمالك وأطع ديل ورأسه مرتدى منصور تمام؟ وتحملت درب برصاص حي وميت نار وخفتش وكملت اه الصورة هي ايه اتفضل بالأصفر يا باشي اللي بتاعت مين بقى؟ بتاعت الإخوان ساعة ربعة تمام؟ هذه الصورة خلاص مدرج بالكامل مرتدى منصوري بيحال بالأرطس في ناس في الرياضة دلوقتي بيحربوه وبيزحقوه وبيطفشوه واخد بالك بالرغم ان مرتدى منصور وفر ميتين مليون جنيه في نادي الزمالك لكن انا بحاربك بقى انت مش عاجدني السادة ذري الشباب ورياضة والسادة محمود الخطيب مبارح كان لازم انسحبه على فكرة انا كنت في الماتش مبارح كنت في الماتش؟ اه كان عندي جلسة في اللجنة القلومبية وتعارف اللجنة جوه للساد المشكلة انه لأسف الشرطة طبعا انا عايز اخرج بعد ما خلصت الجلسة الشرطة منعينها من الدخول الشرطة للأسف من المنحة من الدخول؟ السؤال ده من يمنع الشرطة من الدخول في المدرغات؟ الشرطة كلها كانت توقف برة تمام؟ ناس منتقى العدب والاحترام طيب هنا فيه تلات اربع نقاط مهمين عشان هو كل واحد هيركب على هذا الحدث بطريقته وبمعرفته وبمصلحته خلينا نبقى سرحة شوية ما حدش دخل الا بموافقة الاهلي اه ما محدش دخل الا بموافقة الاهلي الاهلي عشان كده بايع التذاكر من خلال سيستيم بس ما فيش حد دخل عليه بلوك انه ممنوع يدخل بداية ثانيا هو هل المعاملة غير الكده الاهلي فشل فيها والزمالك نجح فيها ما الزمالك راح له ضحايا كتير جدا من الشباب دول في مقساة الدفاع الجوي ما كانتش المعالجة سليمة بالتأكيد هي المشكلة كبيرة واحدة مشكلة مجتمعية محتاجة شغلة كتير جدا لتنقية الملاعب من اي تسييس ومن اي استغلال سياسي فيها لكن مش كل واحد هيستغل الحدث في متجرماء حتى فكرة الالترس وانه مكتوبة بالمقلوب ومكتوبة بالاصفر يبقى رابعة لا اللي متابع ظهور الالترس في الملاعب ده كان في 2007 يعني قبل رابعة بكام بسبع سنين فبالتالي توظيف الحدث في اتجاه تالي ده كلام مش بتاعه مش وقته مش مناسبته آه له ظرف ولوه رغبة ولوه مخرج مفهومة بس آآ لمجلس ادارة الاهلي قصر ولا ادارة النادي في تنظيمها للمباراة قصرت ولا رجال الشرطة قصروا ولا ندفع عن نفسنا بالزبط كل واحد له اسلوبه آآ خلاص ادى ده اسلوبك وده اسلوب آآ انما من فضلكو عشان ما يحسنش نرد على بعض يا جماعة الوضع كده هيبقى مش صح آآ ماش عايزين الانديه تتراشق مع بعضوه للقيادة خيادات تتراشق مش كل واحد يلاقي فرصة انه آآ يعني يكسب بنت على الحساب التاني آآ يعني انت دلوقتي انت دلوقتي خلاص اتصرفت من رأيك ده تصرف لك وجهة نظر اذا كنت جبت النتيجة ما عرفش حد يقولينا صحيح لكن انك انت تطلع تصم الاهلي ان هو عارف ويتحمل المسؤولين لا 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 استوب 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 اهلي هو معقل الوطنيه لو عتصدق ومش محتاجة يفضل لا الاهلي معقل الوطنيه وقياداته فاهمينك وسقوي تاريخه وحارسين عليه وعندما العبث الاعلامي المخترق اراد ان يغير هذه الثقافة ويعبث في التقاليد والقيم والتاريخ جمعي العمومي الاهلي هي اللي تصدط له استوب ما كانش اعتراضا على فلان ولا انجازاته لما كان اعتراضا على فانسافته لما قال يعني ايه قيمه تقاليد اعتقد ان هي دي كانت الجملة الفريقة لان دعمت التوجه اللي احنا كنا نقوله احنا خايفين على الاهلي من كذا النهاردة الايام بتفرز هذه المخاوف كانت على حق احنا بنقول للناس كل انسان ينشغل بنا دي وربنا وفق الاستاذ مرتضى في قيادة نادي زمالك ويخرج بيه من الازمات وربنا وفقه الماتش الجاي اللي حافظ على النظام وده المطلوب ده المطلوب اه اروح كلها ولما يعمل كده احنا نقوله برافو لكن لو حصل غير كده مش هيبقى لنا دعوة به طبعا طبعا هو ده اللي انا عايز اقوله ما احناش في خلاف مع بعض لكن مش حنستثمر ظنوب بعض مش واحد بقى نائب الرئيس يطلع يقولك ادارة الازمة بتاعت السعيد والشحات هذا سعيد وفتح وفتحي هذا الكلام مش ماينفعش وبعدين ازاك جيبقى سمينا قطر خيركم قعدتونا جنبكم مشكرين قوي انا الوقت ايه ها اللي بيتصدى لي رئيس النادي وبيتصدّلي فيما لم أفعله يعني بيصدّولي أنا ما عملتش أنا بقولك أنت عمل مشاكل يا أستاذ إبراهيم بيتصدّولي فيما لم أفعله فيما لم أفعله أنا اللي أفعله شغل في ندية لسه هتفعله صحيح وندية هو اللي قيّمني لسه هتفعله بس أنا بس خليها تكلم جد بقى يعني ندية هو لي قيّمني لكن الحد في الكلام مش هو اللي حيقيمنا محدش بيقولك ماشي المدرب ماشي الإدارة لا ولا نجرؤ عايزين نبقى فعلا في مجال رياضي نتكاتب فيه للخير وكل واحد يترك الأخر وشأنه في إدارتنا دي اعمل اللي أنت عايزه اعمل له كده خلاص لكن أهلي بيعمل ايه لا استوب من فضلك بلاشه النبي كلمة إن الأدي أهلي ومجل صدرات الأهلي لا كل واحد يشيل شيء وإحنا ده اللي خلينا نرد كل واحد يشيل هوا يعني أنت شفت شفت بقى أيها المتسببون في هذه الفوضى عملتوا في النادي الأهلي خليت الناس تقول علي إيه ده مش يقوله مش يقوله كده بس ده كمان